بطبيعة الحال مع وجود أي ضغط أو أزمة أزمة في المجتمع عموما ليس بالضرورة عنوانها الاقتصاد لكن هذه المرة عنوانها الاقتصاد أزمة حقيقية مسكة في تلابيب الناس تلابيب دي يعني لا زي ديول الجلاليب أو البنطانونات والفساتين مسكة بتلابيب الناس وبأعنقها وبصدورها أيضا فطبيعيا يبقى فيه ضغط عصبي طبيعي أنه يبقى فيه حالة من حالات الإحباط ألم توتر كل دي حسيس مشروعة وطبيعية للغاية وفي ظل أزمات الاقتصاد الحيرة بتزيد التوتر بيزيد الألأ الخوف من بكرة واللي هايجرى على رأي أولاية تنسية أظن لكن عموما في هذه الأزمات بقى اللي بمر بها المجتمعات والشعوب بيحاول بطبيعة الحال استغلالها من قبل طيارات ومجموعات في الغالب بتبقى طيارات كارهة ومجموعات ناقمة على هذا المجتمع وعلى هذا الشعب والدولة عموما مش بالضرورة على نظامها الحاكم لكن كمان لما يبقى نظامها الحاكم جزء من منظور الكراهية والرفض والمقت والغضب بيبقى حالة من حالات أنه بيخاطب المجتمع والشعب عايز يرمي يرمي للشعب ده خشبت الخلاص بأنه يطلع إحباطه وقرفه وقلمه وانزعاجه وغضبه على اللي بيحكمه البلد وده اتجرب كتير في مجتمعات وخصوصا عندنا في المجتمع المصري وتم استغلاله إلى أسوأ درجة من درجات الاستغلال السياسي واللي قدروا به الحقيقة يغيروا شكل مصر لما حصل أزمة المجتمع المصري بعد 1967 بعد هزيمة منكرة وهزيمة ثقيلة وهزيمة مرعبة ومفاجئة وصادمة قاموا أشاعوا وبدأت تتسلل في المجتمع الطيارات الإسلامية باستعادة الإخوان واستنفار السلفيين واختلاق الجماعات الإرهابية ووقتها جماعات الإسلامية الإرهابية وبدأوا يعملوا النغمة عشان عداء العبد الناصر ولزعى العبد الناصر إن إحنا لإننا بعدنا عن الدين فربنا غضب علينا ونقم علينا الله سبحانه وتعالى فانهزمنا تلك الهزيمة المنكرة ويتصدى لهذا المنطق وهذا المنهج الجميع يعني اشتغلوا بما فيه رئيس الجمهورية نفسه محمد الرسل ورجعوا ورجعوا نفسه رئيس دولة العلم والإيمان وقالي يقولك أنا زعيم مسلم في دولة مسلمة واخرج كل الجماعات دي إلى السطح ومن تحت الأرض واتحلف معها عشان تمشي النغمة دي احنا معدنا عن ربنا فانهزمنا وانكسرنا وقالينا بنرجع لربنا فبننتصر خد بالك اللي رجحوا من ربنا في زعمهم أتلوه برضو عادي يعني وتم استمراء هذه القصة وهذا المنهج والإنه نحن مجتمعات بطبيعة الحال مش بقول مجتمعات متدينة كل المجتمعات متدينة مفيش مجتمع يعني مش متدين لكن لإنه المجتمعات عاطفية مفرطة في العاطفة وعدها هشاشة ثقافية شديدة يعني احنا مش مش مشهورين من احنا بنقرأ المجتمع المصري ليس من أفضل يعني حسناته ولميزاته انه بيقرأ عندنا مثقفين لكن عندنا سياسيين بيستهينوا بالمثقفين الاساسا وبيحتقروه عندنا مفكرين لكن منسيين وبيتقدم أفكارهم باعتبارها وكأنها يعني حاجات للفولكرور والطرف مش للاستخدام في الحياة وكمان جات الجامعات الاسلامية في خلية المثقفين والمبدعين والكتاب والمفكرين بمثابة ومستهدف بقى ان هم دولة العلمانيين ودولة لضد الدين فعشان نينهي اي دور للثقافة وللعقل وللفكر وللكتاب وللرأي في النصر أصلا ويستلم الرأي المصريين يستلمهم الثقافة الشفاهية والوعظ الديني والاستخدام السياسي للدين فلاقينا نفسنا اصد الحالة دينية نجحت نجحت بشكل كبير نجحت عند الناس نفسها ان الازمة افتكروا ان ما يعانونهم من ازمة نتيجة غياب البعد الديني فروح بقى ناحية الجماعات الاسلامية وروح ناحية السلفية وحصل اللي حصل الكلام دا النهاردة بشائره اعراضه عوارضه بين في المجتمع المصري من خلال محاولات القيار الاسلامي السياسي الاسلام السياسي لترويج الفكرة دي اللهم ارفع مقتك وغضبك عنها وانه احنا فيه غضب ومقت جاري في مجتمعنا وانه ربنا سبحانه وتعالى غضبان علينا لان احنا بعدنا عن الدين او حاربنا الدين او ان احنا ماشينا الاخوان طاري الاسلامي او احنا مش عارف ايه فاصبحت هناك ازمة من الازمات الاقتصادية الطحنة والشديدة والبعض يروج على ده لما تشوف حسابات على تويتر وغيره والحقيقة يعني الوقت ده وقت تجنيد هذا الوقت وقت تجنيد تجنيد المشاعر المصريين انه الطاري الاسلامي يرجع يجنده تاني يجند مشاعر المصريين لأفكارهم ولدعويهم ليه لانه المصريين في لحظة احباط اقتصادي وشك في لحظات الشك والغيبة والاحباط تبقى في لحظات ضعف فتصبح انت فريسة فريسة للمشاعر الغضبة والغرائز البدائية وليه لتجنيدك للفكرة مش بالضرورة تجنيدك في المجموعة يعني لا تجنيدك للفكرة ويقعد يسحب معاك هذه الفكرة حتى اخرها وهي فكرة قميئة كذوبة في اصل وتشوف ليه لا اكتر من سبب لكن لاننا برضو شعب عاطفي ومتدين فهي يقولك يا اخي وانت يعني هو الناس انها تبع عندناها رغبة في ان ربنا برضي عنا وان ربنا هو اللي بيبارك فعلا في الرزق وربنا هو وربنا هو اللي بيرزق اصلا وربنا هو اللي بيبارك في الرزق وانه فيها ايه حتى انتم يعني زعاماتك وقياداتك السياسية طول الوقت بتكلم عن دور ربنا سبحانه وتعالى في الرزق وانه هيكرم البلد ونقوم جنب البلد وهنا بقى الخطورة انه احنا نتكلم وكأن احنا في انتظار نقمة من الله ان يرفعها غضبه من الله ان يرفعه او منحة من الله ونعمة من الله ومعجزة من الله ان ينزل بها على المصريين فانا يعني افضل ان احنا نبقى صرحة في هذا الموضوع بدأ بلاقي نفسنا في حيز بيز بعد شوية والله ان الغيبيات هي اللي بتشتغل وهي اللي بسيطرة على الناس والحقيقة برضو فيش مشكلة ان الغيبيات تسيطر يلا ومالو لكنه استخدام الغيبيات دي استخدامها من قبل طيار اسلام السياسي انه يستعيد مكانته قوته ويفضل معطل مصر على انها تشغل عقلها وانها تدير احوالها بعقل يعني فاهم واعي مستنير اللي بيحصل ده هو خطوات مش خطوات هو حفر التحت عشان نفضل طول الوقت اسرى هذا التفكير الغيبي اللي بيحسب السياسة ويحسب الاقتصاد بيحسب بالدين وده شيء الدين مكانته عظيبة الدين حاجة مقدسة مركة ربنا سبحانه وتعالى ورحمته وفضله فوق كل وللكل انما مش قضي مش يعني مش موضوع سياسي مش موضوع اقتصادي مش موضوع اقتصادي خالص في القصة دي الاقتصاد والسياسة صعود المجتمعات وهبطها معدل النموم وهبطه زيادة القروض وانحصارها كل دي مالوش علاقة بالتفكير الروحاني يعني مش بالضرورة انت حضرتك شخص متدين وبتؤدي الشعائر والتقوس وبتسلم لله سبحانه وتعالى في امريكا من قبل ومن بعد وتزكي وتتصدق والشركة بتاعتك تنجح مش بالضرورة خالص كنت تفلس عادي لان احنا ربنا مش حسبك على في الاقتصاد على الجمال اللي انت بتعمله الاخلاق ده وبحسبك على القرارات الفعلية اللي انت واخدها في حياتك هي القصة كده لما الراجل الشاب اللي بتصور ان التدين في عصر عمر بن القطاب انه وقعد في الجامع للنهار ويصلي ويتمتم ويهمهم ويعمل يعني تقربنا الله سبحانه وتعالى فعمر شافه كذا مرة قال لك ومن ده هاي شاب بيصرف على نفسه من اين الاخو بيشتغل وبيصرف عليه فالاخو افضل منه اخو افضل منه قطعا فحسابات الحسابات الاقتصاد والسياسة صعود المجتمعات وتراجوها زيادة الصادرات وقلية الواردات القدرة على الاكتفاء كل ده ملوش علاقة بالصلة والصوم ملوش علاقة بالدين من اي ناحية بالنواح